بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من مطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقا لكم فيها إثم ومدافع ومما تأكلون ولكم فيها جمال حين تميحون وحين تسرحون وتحمل وفقا لكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبضال والخمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنا جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيبون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه وفي ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي فخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه مهية تلبسونا وترى الفلك موافر فيه ولترتبوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض موافيا أن تميد بكم وأنهارا وسهلا لعلكم تهتدون وعلاماتهم وبالنجمهم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون في الآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن نوزار الذين يقلونهم بغير علم ألا ثاء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بميانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يسعرون